موزير السياحة وصناعات التقليدية مسعود بن عقون من 48 ساعة إلى 48 دقيقة فقط مآسي الوزير السابق للسياحة عن حزب الحركة الشعبية تتوالى مسعود بن عقون يحطم رقم القياسي الذي بحوزته دائما في عدد الأيام التي حمل فيها لقب الوزيرة فالأمر لم يعد يتعلق بيومين فقط بل بيقل من ساعة واحدة فقط ذهل الجزائريون اليوم الخميس كما ذهل رجال الإعلام من البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص تعديل الجزئي الذي مس الفريق الحكومي بعد تعيين أو يحيى وزيرا أول والذي أعلن عودة الوزير السابق للسياحة إلى منصبه الذي أقاله منه رئيس بوتفليق شهر ماي المنصرم بناء على رغبة الوزير الأول آنذاك عبد المجيد تبون لأمور يقال أنها تتعلق بصحيفة سوابقه العدلية ورح الكثيرون يعلقون على خبر اليوم أن الرئيس أراد أن يعيد الاعتبار للشاب الذي ظل يؤكد أنه بريء وأنه ضحية مؤامرة لكن الأمر تحول إلى مفاجأة ممزوجة بالغربة حينا وبالطرفة حينا آخر بعد أن أعلن التلفزيون الرسمي عن قائمة أخرى تحمل تعديلا في ثلاث حقائب فقط إذ غاب يسم الوزير عن قائمة الفريق الحكومي من جديد بعد 48 دقيقة فقط فلم يهنأ الشاب حتى بتهاني المهنئين ليضاف سؤال آخر للأسئلة التي تؤرق الجزائريين لماذا استغنى الرئيس عن خدمة تبون على رأس الجهاز التنفيذي بعد 84 يوما فقط ولماذا يرد اسم الوزير السابق للسياحة مسعود بن عقون ثم يختفي أكبر ما أصبح يميز الجهاز التنفيذي في الجزائر مؤخرا أن حياة الحكومة أصبح تحسب بالأيام فالأمر لم يعد يتعلق فقط بكثرة التغييرات وعدم استقرار الوزراء في مناصبهم والتي تبرر دوما بطبيعة المرحلة